ترجمة نانسي قنقر وأوضح الوزير أنه بدأ بتطبيق هذه الاتفاقية أولا على معلمي مدارس برامج التمكين الرقمي بالمرحلة الأولى في يونيو 2015 ثم على جميع منتسب مدارس المرحلة الثانية في يوليو 2016 وطبق على جميع منتسب المدارس في الأعوام التالية مشيرا إلى أنه من خلال الحصول على الشهادات الاحترافية المعتمدة يتم اكتساب المعرفة التقنية وخلق اتجاهات إيجابية لدى المعلمين للتعامل والتفاعل الإيجابي لتوظيف البرامج والأجهزة الرقمية في البيئة الفصلية الافتراضية كما يتعرف المعلمون على أفكار ومجالات وتطبيقات جديدة في مجال التعلم عن بعد والتعليم المدمج مما يساهم في تحقيق جودة التعليم وكشف الوزير أن عدد الحاصلين على الشهادات الاحترافية من شركة مايكروسوفت العالمية في مملكة البحرين بلغ أكثر من 880 متدربا ومتدربة ترجمة نانسي قنقر